لما قاله تقلى شامعون رح تلعب دور بعروس بيروت في كان رأيان انه تقلى شامعون يلي بتبتكر الشخصية وبتخلق دور لتلعبه كيف بده تلعب دور منسوخ بيزعجيك الموضوع ايه ما نقول ايه بيزعجيك لا اكيد يعني انه انا بقى انا خفت يعني انا بالدرجة الاولى ستقول انه انا وانا سألتهم انه هيدا المسلسل يعني دبلاش قال لا ما دبلاش يعني يعني هو بس بنسخة تركية ولكن هو موجود على الانترنت يعني اي حدا بديفوت يشوفه سوتي تري يعني مترجم طالبوا منك كلنا انه نحضر العمل كلمان نعرفش الكاراكترين بكشل نصبعد مكتوب فانا لقلك انا رفضت اكيد يعني شوف بس فتت هنفضل يشير باسي الايغو عندك عالي لا لا بشل بش هيك لانو انا بحث هيدا مضر لالي مضر لأي حدا انتي ما بتقدري تكوني عم بتشوفي مشاهد مقدينا انتي هلأ بتجي تقديها وما تكوني انتو عم بتمثلي خيالك او ذكرتي عم بتشوف هيدا المشهد مهمين ببتركيا واستاذة تمثيله ومثلة مسرح اذا بتجي بتشوفي يعني خامتها التمثيلية بتشبه خامتها يعني جاي من عالم المسرح التجريبة اللي انا اشتغلت فيه سنين طويلة كمان بتدرس مدت تمثيل مثل ما انا بدرس يعني وحتى كانوا يقولوا للأتراك انتي كاركتارك بشبهها يعني انتي حدا مهضومة وقريبة اللي قلبه عندي كروح الشباب مثله فالبدي يقولوا انه انا انا مع يعني مش بريقول تفوقت علي ولكن في ناسي اللي كانوا حاضرين الـ يعني الناسختين بيقولوا انه انتي فيش شي اضفتي للشخصية اه ما كان يعني انا اللي قالك شغلي بس بلا نوضح شغلي انه لكي مسرح الشيكسبيري ومسرح الاغريقي هيدا هاي اعمال ما بتموت هيدا على طول موجودة تلعب واجيال اجيال من السنين طويلة عم تلعب هيدا الادوار نفسها بس فيش مرة انقلنا انه هيدا استنساخ لا هيدا رؤيا كل ممثل هو كتابة جديدة بيعملها للدور من مخيلته من مخزونه العاطفة من مخزونه الحسة هيدا علم يعني انا ايش بتروح اتبرنا مخزونة لا لا هي مخزونة غير مخزونة فأنا ما بروح بقلدها وبشوفها بعمل حركاتها يمكن فيه اشخاص كانوا عم بيجربوا انه يعتمدوا بعد انا لا انا ضد هيدا الشي ويمكن دلك شغلين يمكن لانه المادة هي مكتوبة يمكن يجوا بمحل معين يلتقوا بشي من بالظاهر انه عم بيعبروا عن هيدا يعني تقولي انه ليه لانه فيه شي بيبقى مشترك مشترك لانه فيه شي هيدا جاي من الكاتب صح باحساس الكاتب بده يترجم ما فيه كاتب بس وليكن ما بيكون تقليد لما يعني التقليد هو أنا بالنسبة للي يعني بيمنع عني المتعة متعة الأداء انا اهمة شي عندبي ان اخلص المشهد حس بمتعة بنشوة يعني انا اذا كنت عم شوفيه كيف عملت عم جارب اعمل مثله او اذا المخرج يمكن اعطاني دايركشن طريق التحرك بالمشهد مش متل هيداك المشهد اللي هي كيف حركها لانه هيداك غير مخرج عم يشتغل معه طبعا فيرحوا لا لا هيداك أحلى لزم كان لا بتتركي حالك لللحظة بتتركي حالك للاختبار بتتركي حالك لتتورطي مع هيدا المخرج مع هودا الممثلين بمخيلتك بمخزونك لحتى تخلقي هيدا الشخصية ترجمة نانسي قنقر